موسيقى في مجالنا اليوم ليبيا والعملية العسكرية في سرط العراق والاغتيالات السياسية نصر ومزيد من عسكرة الدولة أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجال معكم فيها عصار نجاح وبدايتنا بالعروين وزارة الدفاع الليبية تقول إن استهداف قاعدة الوطية سيحرك الجمود العسكرية في البلاد ويعجل بمعركة تحرير سرط بعد اغتيال هشام الهاشمي مجلس القضاء الأعلى بالعراق يشكل هيئة تحقيق مختصة بجرائم الاغتيالات البرلمان المصري يقر عدة تشريعات تزيد من هيمنة الجيش على الحياة السياسية في مصر نستهل مجالنا بالملف الليبية فقد قالت وزارة الدفاع إن قصف قاعدة الوطية الجوية سيكون دافعا لخوض معركة لفرض السيطرة على سيرت والجفرة وأكدت أن الجيش الليبي رصد هبوط طائرات في قاعدة القردارية بسيرت تحمل مرتزقة وذخائر هذا فيما وفقت المحكمة الجنائية الدولية على إرسال فريق للتحقيق بجرائم ميليشيا المتمرد خليفة حفتر في ترهونة جنوبية رابلوس وتوقعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بن سودا بدأ مهمة الفريق في النصف الثاني من شهر يوليو الجاري تفاصيل أوفها لدى الزميل ياسين النهاري نعم عصم خلف كواليس الأحداث المتصارعة إعادة تموضع عسكري لميليشيا فيجنر الروسية مقابل حراك دبلوماسي تركي لتسريع عملية استعادة قطاع سيرت الجفرة الذي توقفت عنده المعركة منذ مطلع الشهر الماضي فالسيطرة على سيرت والجفرة تعني نهاية فصل دام من القتال وبداية فصل جديد من التفاوض فهي إذن أسنة لا بد من ركوبها وقوات الوفاق وجدت في قصف قاعدة الوطية حيلة المضطر ولا أفضل من الهجوم وسيلة للدفاع لكن الإطار الزمني المتاح لحكومة الوفاق لتحرير سيرت والجفرة يضيق يوما بعد يوم مع الجدل الذي يدور في برلين حول أهمية إرسال قوات تابعة للأمم المتحدة أو للاتحاد الأوروبي يمكنها أن تؤمن منطقة عازلة منزوعة السلاح بين شرق البلاد وغربها وكيل وزارة الدفاع صلاح الدين النمروش أكد في لقاء تلفزيوني أن الطائرات التي استهدفت قاعدة الوطية متطورة جدا ولا يمكن أن يملكها المتمرد خليفة حفتر إلا إذا زودته بها جهة أجنبية مضيفة أن الجيش رصد هبوط طائرات في قاعدة القرضبية بسرت تحمل مرتزقة وذخائر وزارة الخارجية من جانبها حذرت من تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات دولية وإقليبية أشددت على ضرورة ترك الخلافات وتوحيد الجهود لبناء ليبيا بإرادة وطنية خالصة ودعت الليبيين إلى قطع الطريق أمام أي محاولة لتحويل البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات دولية وإقليمية إنسانيا أعلنت الأمم المتحدة مقتل وجرح 138 شخصا في غضون شهرين بألغام زرعتها ميليشيات المتمرد خليفة حفتر بشكل عشوائي في الأحياء المدنية وذلك قبل موافقة المحكمة الجنائية على طلب الخارجية الليبية إرسال فريق تحقيق بشأن جرائم ميليشيات حفتر في ترهونة وجنوب طرابلس سيرتها الأولى تعود المعركة في الوسط الليبي قوات حكومية معترف بها دوليا في مواجهة عناصر قبلية وميليشيات روسية ومجموعات من المرتزقة فإما إلى مرحلة دموية يستمر معها نزيف البلاد أو إلى دولة مؤسساتية تطوي حقبة من حروب حفتر العبثية وينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس الكاتب والباحث السياسي الدكتور صلاح القادري دكتور صلاح مرحبا بك ربما نلمح أهلا بكم دكتور الآن لغة التصعيد هي السائدة الآن في المشهد الليبي سواء من جهة حكومة الوفاق الوطنية التي اعتبرت هجوم الوطية دافعا لبدء معركة تحرير سرط والجفرة أو حتى من طرف الانقلابي خليفة حفتر والميليشيات التابعة له هل يعني ذلك أن لغة العودة إلى الحل السياسي باتت غير واردة؟ أظن أن الذين يحاولون الآن إرباك المشهد ودفع المشهد نحو الفوضى الكاملة هي الأطراف التي هي تعرف جيدا على أن إذا تم الوصول إلى حل سياسي أو إلى عملية سياسية متفقة عليها من مختلف الأطراف داخلية وخارجيا سيجدون أنفسهم خارج اللعبة هناك أطراف داخلية مثل خليفة حفتر الكل يعرف أنه لا يمكن الوصول إلى عملية تسوية سياسية إلا باستثناء خليفة حفتر واستبداله بواجهة مدنية مما يعطي الإمكانية والأمل بوجود عملية سياسية بالإضافة إلى أن هناك أطراف خارجية تعرف جيدا أنها بعد تحرير القوات حكومة الوفاق بدعم تركيا للمناطق الغربية وبالتالي وتقدمها نحو السرد أن استمرار هذه العملية جعل هذه الأطراف خارج اللعبة السياسية حتى من منطق الفوضات الخارجية خارجيا هناك ثلاث أطراف هناك روسيا، هناك تركيا، هناك الولايات المتحدة الأمريكية النظام المصري والإمارات وكذلك فرنسا وجدوا أنفسهم خارج اللعبة أظن أن الذين من مصلحتهم ضرب قاعدة الوطية وخصوصا بعد أن أثبت بأن الأسلحة التي استعملت أو الطيران الذي استعمل هو من نوع عالي وأن العملية كانت ذات تخطيط عالي ومهارة الطيران عالية جدا يدل أن هناك أطراف خارجية والدول المستفيدة من إرباك المشهد سياسيا هي فرنسا والإمارات ومصر وداخليا هو الخليفة حفتر هل يعني هذا الكلام أن الدول الداعمة لخليفة حفتر وحضرتك ذكرت في سياقها الإمارات ومصر وفرنسا ليس لديها النية في التوصل بالفعل إلى حل سياسي للأزمة الليبية هي مستفيدة من الوضع الراهن تراهن على حفتر رغم الهزائم التي مني بها طيلة الفترة الماضية للأسف أن هذه الدول الثلاثة قد استثمرت في حفتر منذ سنة 2014 وخسرت الأموال وخسرت حتى الصمعة السياسية خارجيا وخصوصا الآن حفتر أنه لديه إشكالات كبيرة وهناك جرائم قتل جماعية وهناك مقابر جماعية لكن المشكلة عند هؤلاء ليس التمسك بحفتر في شخصي بل التمسك بالتطورة المضادة وبالتالي إسقاط أي عملية سياسية ولأن إسقاط أي عملية سياسية هي إسقاط أي عملية تحول ديمقراطي والوصول وتحقيق الإرادة الشعبية الليبية والكل يعرف أنه إذا حقق الشعب الليبي إرادته في ليبيا ستكون هناك حكومة ديمقراطية سيكون هناك حكم مدني ستكون هناك حكومة ورئاسة ومؤسسات تصهر على قرار سيادي ليبي مستقل بالإضافة إلى حماية ثروات الشعب الليبي وفرنسا والإمارات ومصر بالأساس يبحثون عن قرار سيادي منتهج يجب أن يكون الحاكم متابعا لهم بالإضافة إلى انتهاك ثروات الشعب الليبي طيب دكتور بالنظر إلى من يسيطر على سيرت والجفرة فعليا التقارير كلها تتحدث عن أن مرتزقة فاجنر هم من يسيطرون على سيرت والجفرة وبالتالي لا يمكن إغفال الموقف الروسي في هذا السياق كيف تقرأه؟ نعم الروس في الفترة الماضية قاموا بعملية محاولة ذمح الوقت سياسيا بحيث كانوا يفاوضون سياسيا مع الأطراق ومن ورائهم الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الوفاق في الوقت الذي كانوا يقومون بثلاث عمليات أساسية العملية الأساسية الأولى وهي سيطرة قوات الفاجنر على المواقع النفطية الأساسية وخصوصا حق الشرارة وحق الفيل الذي يمثل تقريبا ثلاثين أو ستين من الصادرات النفطية الليبية بالإضافة إلى إعادة تموقع قوات الفاجنر عسكريا في مواقع الحساسة في سرد كذلك وفي الجفرة النقطة الثالثة هم الآن عملية السيطرة على القواعد العسكري قاعدة الجفرة عن طريق الفاجنر السيطرة على الحقول النفطية والأمر الثالثي هي الاستغلال الوقت من أجل تلغيم ووضع الألغام وبالتالي جعل عملية تحرير السرد في المرحلة القادمة مرحلة القادمة هي أمر صعب جدا لكن الروس هم الآن لا يملكون إلا الحوار والحوار فقط مع الأطراف الداخلية وهي حكومة الوفاق وخارجيا هي الولايات المتحدة الأمريكية وبالأساس هي تركيا أظن أن الآن المفاوضات أساسي الخارجيا بين الأطراك وبين الروس لأن الفرنسيين والإماراتيين والفرنسيين وجدوا أنفسهم خارج اللعبة الروس الآن فهموا أن لا حوار إلا مع الأطراك هم حاولوا في الفترة الماضية ربح الوقت والسيطرة على تأمين مواقع النفط والتأمين كذلك قاعدة الجفرة وتلغيم ملاطق سرد بالمتالي جعل هذه العملية عملية الدخولية سرد عملية صعبة جدا عسكريا نظر الاتحاء تساع المساحة وجود الألغام وهذا الغرض منه حتى حينما تبدأ المفاوضات بشكل جدي على الأرض ستكون تحسين مواقع التفاوض بالنسبة للروس وكل من هو يدخل تحت هذا الحلف الذي هو ممكن حفتر أو شخصية أخرى يستبدل بها في المرحلة القادمة شكرا جزيلا لك من العاصمة الفرنسية باريس الدكتور صلاح القادري الأكاديمي والباحث السياسي شكرا جزيلا دكتور أعلن القضاء العراقي تشكيل إلى هيئة تحقيق مختصة بالنظر في جرائم الاغتيالات وذلك بعد ساعات من اغتيال خبير شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي وردا على اغتيال الهاشمي أطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان ثلاثة وعود وهي ملاحقة القتلة ومحاسبتهم وعدم السماح بعودة الاغتيالات إلى المشهد العراقي وحصر السلاح بيد الدولة إلى مثواه الأخير رحله شام الهاشمي بعد أن تكفلت أربع رصاصات لمسلحين بقتله ليصبح رقما جديدا ضمن قائمة ضحايا الاغتيالات والسلاح المنفلت الهاشم الذي كان باحثا في شؤون الجماعات المسلحة شكل اغتياله صدمة في الشارع العراقي القلق من عودة مسلسل التصفيات الجسدية لشخصيات سياسية وأكاديمية من الواضح بأنها جريمة سياسية محظة ولا يسيما هي رسالة ليست فقط لقتل الفكر والكلمة الحرة للسيد الهاشمي بل هي رسالة إلى رئيس الوزراء السيد الكاظمي بشكل مباشر وهي عبارة عن عملية شخصنا والتحول من عملية النقد والنقد المباشر إلى عملية استدافة حقيقية لأشخاص قد يحملون رأي عام يمكن أن يناقش أو ينتقد من قبل طرف السياسي أو من طرف مسلح قد يكون لا يتوافق مع أفكار وتوجهات المدنية للسيد الهاشمي وبالتالي نرى بأنه ما زالت لحد الآن اللا دولة هي الحاكمة على الدولة الحكومة العراقية سارعت إلى تنديد بعملية الاغتيال ووعدت بالتحقيق فيها الراحل عرف من تقاده للجماعات الموالية لإيران لكن الأخيرة تنفي أن يصلت لها بالعملية هذا امتحان حقيقي لحكومة السيد الكاظمي وثانيا ينبغي أن يصارح المجتمع العراقي بكيف يستطيع كشف هؤلاء الجنات وما هي الأطراف التي دفعت لإغتيال السيد الهاشمي وأن يوضح أما أن يكون مع القانون وحتى تقف معه الناس والمجتمع العراقي وأما نكون ليس مع القانون لجنة من ثلاثة قضاة ومدع عام أعلن القضاء العراقي تشكيلها للتحقيق في حادثة اغتيال الهاشمي فيما أعفي قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية وأحيل إلى التحقيق على خلفية العملية باغتيال الهاشمي تقف حكومة الكاظمي أمام تحدي أمني جديد في وقت تزداد فيه المطالبات في الشارع بوضع حد للسلاح المفلت وإعادة ثقة العراقيين بالدولة ومؤسساتها الأمنية راد المعموري تيارتي عربي بغداد ونرحب بضيفنا من العاصمة العراقية بغداد الباحث السياسي الدكتور محمد نعناع دكتور محمد مرحبا بك برأيك من هي الجهة المسؤولة أهلا وسهلا بكم أهلا بكم أستاذنا الكريم الجهة المسؤولة عن اغتيال هشام الهاشمي وما أهدافها من ارتكاب مثل هذه الجريمة شكرا جزيلا تحياتي لكم الجهة واضحة هي جهة خارجة عن القانون كانت قد هددت أن لم نقل جميع بل أغلب الأصوات المنادية بتعزيز المؤسسات بناء دولة القانون ويبدو أن هذه الجهة ماضية أو هذه المجموعة الجهات ماضية بتكميم الأفواه ومعالجة بالعنف كل من يقف بوجه توجهاتها الساعية إلى ابتلاع الدولة وإنشاء دولة موازية تكون بموازات مؤسسات الدولة حتى أنها لا تكتفي فقط بالعمل المسلح أو العسكري وإنما تمتد بأذرعها المختلفة إلى العمل الثقافي والعمل الإنساني والعمل الاجتماعي وكذلك حتى في جوانب الدينية والجوانب العقائدية والأيديولوجية فأهدافها واضحة جدا وهي إخضاع جميع الأصوات الساعية والداعية والمطالبة بإعلاء صوت الدولة وتعزيز المؤسسات وبناء القدرات العسكرية والأبنية في إطار الدستور والقانون وإفساح المجال لجميع العراقيين أن يعبروا عن آراءهم وعن طموحاتهم بالوضع السائد سواء الوضع الأمني أو العسكري أو الأمني بشكل عام يعني أمنهم الشخصي أو فيما يتعلق بطموحاتهم السياسية وكذلك أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية وهنا أسأل عن تداعيات هذه الجريمة على المشهدين الأمني والسياسي في العراق نعم لا بد أن نبدأ من نقطة مهمة جدا إلى أنه لماذا بدأت الآن هذه الجهات بالتهديد بالضغط إعلاميا وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي يخوضون يوميا حملات مع الأحرار ومع المطالبين بقوة الدولة بدأت هذه الهجمة الآن بدأت هذه التحركات الآن لأنهم خسروا كثيرا من واقعهم وخسروا كثيرا من رصيدهم الاجتماعي ويحاولون أن يعوضوه بالضغط وبالإخضاع وأما بالنسبة للتداعيات فالتداعيات خطيرة جدا لأن هذه الجهات لديها مرجعيات دينية لديها خلفيات دينية سوف يؤسس فقه عنفي جديد في الواقع العراقي لأن هذه الجهات لا يمكن أن تتحرك بدون أن تكون قد أخذت الضوء الأخضر من مرجعية دينية من فكرة دينية يعني يتجه العراق مرة أخرى إلى عنف طائفي وليس عنفا سياسيا عنف على أساس طائفي كما كان في العام 2006 هو لا يمكن أن يصل إلى مرحلة العنف الطائفي في 2006 لكن هذا أمر غير ضامن يعني لا أضمنه أنا ولا أي مراقب ولا أي باحث ولا حتى مسؤول إلى أنه لا تنزلق الأوضاع لا سمح الله لكن لا توجد مؤشرات على أن الأمر سوف يكون نموذج من عام 2006 بل سوف يكون نموذجا من مثل نموذج تنظيم القاعدة بالقتل والخطف والتصفية والهدف واضح جدا هو أن هذه الأطراف السياسيون المعتدلون ورجال الدين المعتدلين وأيضا المراقبين والباحثين والأكاديميين والإعلاميين والناشطين يريدون فضاء حرا ليعبروا به عن رؤيتهم لبناء الدولة والطرف الآخر لا يعجبه هذا الوضع فيريد أن يقلص المساحة بأنه يرسل رسالة وكان متوقعا أن تكون الرسالة بشخص مثل سيد هشام الهاشمي رحمه الله ومن الممكن أن تكون هناك تهديدات لآخرين الذي أعرفه على أنه مكبن الخطورة هو أن يكون هناك قبول اجتماعي وقبول سياسي وقبول ديني لمثل هذه العمليات لأنه معناه هذا القبول الديني والسياسي والاستماعي أن تتكرر هذه العمليات ويتجرأ الذين يقومون بها على أن يرسلوا رسالتهم الثانية من خلال شخص آخر غير السيد هشام الهاشمي وهنا سؤال عن الوعود التي قطعها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووعد بملاحقة القتلى ومحاكمتهم ووعد بمنع عودة الاغتيالات مرة أخرى إلى العراق ووعد بحصر السلاح بيد الدولة هل يتمكن الكاظمي من تحقيق هذه الوعود؟ هذه ملفات مختلفة حصر السلاح بيد الدولة لا يمكن أن يكون بشكل سريع لا بد أن يمشي بشكل تدريجي وبتعاون جميع القوى السياسية والنخب والمجتمع أيضا المجتمع الآن بشكل أو بآخر خاضع كما هو في زمن صدام حسين كان هناك خضوع أيضا للسلطة والآراءها والأفكارها والمشاريحها والآن المجتمع يخضع أما راضيا ومقتنعا ومهادنا لهذه الجماعات التي تقوم بهذه الأفعال أو خائفا يعني عودة الخوف مرة أخرى القسوة والصمت مرة أخرى إلى المجتمع العراقي هذا أمر نعيشه الآن بحيث ذو الإعلاميين وذو النخب والأكاديميين الذين لديهم أصوات جريئة وصريحة بدأوا يتصلون بهم من ليلة البارحة أسكتوا لا تتكلموا بشكل يغضب هذه الجهات حتى لا يتم تصفيتكم فحصل السلاح بها الدولة تحتاج إلى وقت أما بالنسبة لمواجهة هذه المجموعات القاتلة مثل الذي حصل ليلة البارحة بالإمكان الإفاء من قبل مصطفى الكاظم بها لأنه هذا دور وإذا لم يقم بهذا الدور سوف يكون ضعيفا أمامهم وأمام المجتمع ويخسر وضع السياسي ورصيد الاجتماعي وبعد ذلك من الممكن أنه حتى يقصى ولا يكون له حظ في أن يستمر حكمة لمرحلة مقبلة لكن أيضا لأشير إلى مسألة مهمة جدا إلى أنه الجوانب التحقيقية الشرطوية أو الأمنية والقضائية أيضا تتخوف كثيرا وعليها ضغط كبير جدا من هذه المجموعات التي تريد أن تكتم الأصوات ولا تريد أن يكون هناك فضاء حرا للتعبير عن شكل الدولة التي يريدها العراقيون شكرا جزيلا من العاصمة العراقية بغداد الباحث السياسي الدكتور محمد نعنع شكرا جزيلا من العاصمة العراقية بغداد مرر البرمان المصري ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالقوات المسلحة حيث نص القانون الأول على عقد اجتماع مشترك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي واتخاذ قرارات عاجلة لمواجهة الأخطار التي تمس الأمن القومي كما يمنع القانون الثاني ترشح الضباط سواء الذين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم لأي انتخابات دون إذن من القوات المسلحة فيما يلزم القانون الثالث بتعيين مستشارين عسكريين لكل محافظة بشكل تدريجي تحكم المؤسسة العسكرية المصرية قبضتها على مفاصل الحياة السياسية ليضيق الخناق على الحريات من جهة ويزداد نفوذ القوات المسلحة من جهة أخرى في جلسة عامة للبرلمان المصري مررت ثلاث مشروعات قوانين تتعلق بالقوات المسلحة وفق تعديل الدستور المصري الذي أجري العام الماضي أول القوانين يتعلق بإنشاء مجلس الأمن القومي على أن تكون اجتماعاته مشتركة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة رئيس الجمهورية في حال تعرضت الدولة ومدنيتها ودستورها وأمنها وسلامة أراضيها للخطر كما يجيز اتخاذ تدابير وأليات عاجلة لمواجهة ذلك تعديل يتخوف المعارضون من استخدامه منفذا لتضييق الخناق على عمل ما تبقى من الطيارات المعارضة في مصر أو لتشريع دعم أطراف حرب في دول مجاورة أما مشروع القانون الثاني الذي وافق عليه البرلمان فيقضي بعدم جواز ترشح الدباط لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية سواء الذين في الخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون من شأنه أن يغلق جميع المنافذ أمام صعود منافس لتولي منصب رئاسة الجمهورية كما سيجنب السلطات لاتهامات بقمع المترشحين المنتمين سابقا للقوات المسلحة على غرار ما حصل مع الفريق المتقاعد سامعنان ثالث القوانين التي أقرت يتعلق بتشكيل مجلس الدفاع الشعبي على مستوى المحافظة وبأن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدروا بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع فضلا عن تحديد مناهج التربية العسكرية التي ستدرس بالتعاون مع وزارة الدفاع عبر رواق البرلمان تسير مصر نحو مستقبل سياسي مجهول في ظل مضي السلطات في تعديل قوانين تقول إنها تحفظ الأمن القومية للبلاد لكن معارضين سياسيين ومنظمات حقوق الإنسان تتهمها بالسعي لإبادة الطيارات المعارضة وإقصائها تدريجيا من الحياة السياسية وينضم إلينا عبر سكاي من اسطنبول الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة المصريون الأستاذ جمال سلطان أستاذ جمال مرحبا بك أهلا بكم أستاذنا الكريم لماذا التخوف من القوانين التي مررها البرلمان المصري ولماذا يرى فيها الكثيرون بأنها تهدف إلى عسكرة الدولة المصرية بشكل أكبر بطبيعة الحال أنه على مستوى المحافظين حتى بالنسبة للقرارات الأخيرة التي قررت أن يكون لكل محافظ مستشار عسكري وهذا المستشار يكون له عدد من الضباط العسكريين كمساعدين له هذا القرار يأتي إضافة إلى واقع موجود في مصر بالفعل وهو توليد عدد كبير من المحافظات لضباط من القوات المسلحة أو من أجهزة المخابرات أو من أجهزة وزارة الداخلية يعني خاصة الوزارات الحدودية يعني المتكلم عن وزارة شمال سيناء أو جنوب سيناء أو إسماعيلية أو مطروحة أو غيرها فمثل هذه المحافظات تقليديا يتولى المحافظ فيها قائد من الجيش قائد سابق من الجيش وبعض المحافظات الداخلية تولاها قائد من الشرطة فعندما تضيف إلى هذا المحافظ مساعدين من الضباط يكون له مستشار من الجيش ويصدر به قرار يصدر بتعيين قرار من وزير الدفاع وعدد من المساعدين له من ضباط القوات المسلحة أنت في النهاية حولت المحافظة كموقع تنفيذ السياسي في الدولة إلى منشأة عسكرية وبالتالي الذي فهم من هذا الأمر أن هناك رغبة أو نزعة لعسكرة الدولة في كل خلاياها في كل أجهزتها وهذا ما أقلق الكثيرين هل هذا يتعارض مع فكرة الفصل بين السلطات المعمول بها في الدول العادية التي تعترف بالمؤسسات وتعترف بالسلطات السلطة التنفيذية والتشرعية والقضائية هل هذا يعد تغول من المؤسسة العسكرية على السلطة التنفيذية؟ لا هو مسألة الفصل بين السلطات هذا طرف لم نكن يعني ما زلنا لن نحلم به حتى الآن لأنه يعني هناك الكل في شخص واحد وهو شخص رئيس الجمهورية هو الذي يسيطر على السلطات القضائية وعلى السلطات التشريعية وعلى السلطات التنفيذية ويسيطر على كل شيء ولكن المسألة أنه حتى في زمن مبارك كان هناك مثل هذه السيطرة ولكن كان هناك مجتمع مدى كان هناك دولة لها نسيج مدني يعني فيه قيادات مدنية تمسك بمفاصل الدولة الآن لا يوجد حتى حول الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي لا يوجد سوى نخبة عسكرية هو لا يسق في المدنيين أساسا حتى لو كان ولاؤهم له والدولة أو المنظومة العسكرية هو لا يسق في المدنيين ويعتبر أن المدني درجة ثانية في التقدير في المسئولية في الأمانة في الإخلاص في الوطنية إلى آخره وبالتالي فهو محاط بمجموعة عسكرية اليوم أو أمس كانت هناك ما يشبه مظاهرة في البرلمان لعسكرة الدولة ولا احتفال بهذه القرارات هذا أمر لم يكن له سابق ولم يكن له مسيل في السابق في مصر الحقيقة أين النخب السياسية أستاذ جمال التي عارضت الرئيس الراحل محمد مرسي وشكلت جبهة الإنقاذ وكانت تتخوف من أخوانة الدولة هل عسكرة الدولة بالنسبة إليها شيء لا يستدعي الرفض وقد كانوا يرفضون من قبل ما يتهمون به الرئيس الراحل بأنه يؤخوين الدولة هو طبعا النخب هذه السياسية كلها ترفض مثل هذا التوجه ويعني معظمهم إما مشتت في المهجر زي الدكتور محمد البرادعي أو بعضهم في السجون الآن يدفع ضريبة معارضته للنظام الجديد أو بعضهم خائف لأنه الحقيقة أنه الفترة من 2011 و2013 حدث نوع من تفريق ضخم جدا للشحن الذي كان موجود عند الشعب المصري يعني تجارب والحركات المليونية في الشارع ثم حدثت سلسلة من الانكسارات ثم أتت النظام القناب 2013 لكي يؤسس لحالة من الرعب غير مسبوقة يعني هذه المذابح التي حدثت في مصر لم تحدث حتى في أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر صحيح وبالتالي فنشرت حالة من الرعب ومن الفزع إضافة إلى أنه تم القسوة الشديدة على التيار الإسلامي وفي المقدمة منه الإخوان المسلمين وكان التيار الإسلامي يمثل الزراع الأقوى الشعبية الأقوى للشارع المصري أنا حتى لا أتحدث عن هؤلاء أستاذ جمالي يعني مفهوم هذا الأمر أن أغلب المعارضين الحقيقيين إما في السجون وإما في المنافي الاختيارية أو غير الاختيارية لكن أنا أتحدث عن الطبقة الإعلامية الموجودة الآن في مصر والتي هي داعمة للنظام لا يقلقها عسكرة الدولة بهذا الشكل؟ لا طبعا لأنه هو يعني فكرة الارتزاق السياسي أو الارتزاق الإعلامي يعني فكرة لا يعنيها بالضبط يعني طبيعة النظام هو نظام عسكري نظام مدني هو يرتزق مع أي نظام كان نظام ديمقراطي نظام ديكتاتوري فهذه المسألة تتعلق بفساد الزمم وفساد الضمير ولا تتعلق بطبيعة النظام الخطير في مسألة الإعلامية الآن في مصر هو التدني الشديد في الحالة الإعلامية المصرية يعني هناك مستوى من الخطاب الإعلامي والخطاب الصحفي مزري للغاية ومهيم ومشين الحقيقة لتاريخ مصر الإعلامي باعتبارها الدولة الأسبق في تأسيس الصحافة العربية والإعلام العرب التلفزيون وخلافه ما يحدث الآن بسبب القمع وبسبب التماهي مع النظام يعني تقريبا يفتقر إلى العقل السياسي تماما أدى إلى هذا المشهد الكريم شكرا جزيلا عبر سكايب بن اسطنبول الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة المصريون الأستاذ جمال سلطان مجالنا متواصل المشاهدين لكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد يقترب عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 من الوصول إلى 12 مليون حول العالم مع ارتفاع وطيرة الإصابات مجددا في عدد من الدول هذا فيما دعت مجموعة من نحو 240 عالما دوليا دعت السلطات الصحية ومنظمة الصحة العالمية إلى الإقرار بأن عدوى فيروس كورونا الجديد قابل للانتقال جوا على بعد أكثر من مترين وأوصوا بتهوية قوية للأماكن العامة الداخلية المنظومة الصحية المصرية التي طالما عانت من هجرة كفاءاتها الطبية إلى الخارج تقف عاجزة أمام حصد وباء كورونا لأرواح أكثر من مئة طبيب في البلاد بعد أن تركت التواقم العاملة في الخطوط الأمامية للتصدي لكورونا بدون إمدادات طبية كافية أو معدات حماية وتبدو السلطات المصرية في موقف العاجز عن حماية جنود منظومتها الصحية من وباء يعيد إلى الذاكرة جائحات سابقة ويحيي مخاوف من استفحال الداء وسط الفئات الأكثر فقرا في الولايات المتحدة والبرازيل والهند نصق ارتفاع إصابة كورونا يبدو سريعا ليترك الأرقام المرتفعة التي سجلها الاتحاد الأوروبي وراءه ويمطي قدما في حصد مزيد من الأرواح أكثر من ثلاثة ملايين إصابة في الولايات المتحدة ومائة وثلاثة وثلاثين ألف وفات تجعل الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرورا من الوباء وبفارق شاسع عن سائر دول العالم في المقابل تكثف السلطات بإلزام ارتداء الكمامات وأعلان الحذر في رفع إجراءات الإغلاق البرازيل ثاني دولة متضررة من كورونا تقفز الإصابة فيها لأكثر من مليون وستمائة وعشرين والوفيات تقترب من ستة وستين ألفا ويبدو أن رقعة انتشار الفيروس وصلت لأعلى قمة في الدولة أما الهند فقد تخطت الوفيات فيها حاجز العشرين ألفاً والإصابة تجاوزت سبعمائة وعشرين ألفاً قبيل تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة منذ شهرين في ظل تزايد مخاوف الأمم المتحدة من أن يدفع وباء كورونا بأكثر من ثلاثمائة وخمسة وتسعين ألف شخص إضافيين إلى الفقر المتقع وتزيد إجمالية من يعيشون على أقل من دولار وتسعين سنتاً يومياً على مستوى العالم إلى أكثر من مليار شخص بحسب تقرير نشره المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي التابع لجامعة الأمم المتحدة ونرحب بضيفتنا عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى الجامعة بريمينجهام الدكتورة نهال أبو سيف دكتورة نهال مرحباً بك هل نحن وصلنا أهلاً بكم دكتورة وصلنا إلى النقطة التي لا يمكننا كبح جماح انتشار فيروس كورونا خصوصاً مع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً بطبيعة الحال في كثير من الدول وفتح الإغلاق يعني وصلنا إلى مرحلة الاستسلام للفيروس هو في مرحلة لازم نوصل فيها التعايش مع الفيروس لأنه لا يمكن القضاء عليه تماماً طبعاً إلا إذا بعد اختراع اللقاح يعني كما نعلم أنه أي فيروس في العالم لن ينتهي إلا إذا كان فيه لقاح يعني يؤمن الناس ويتم أعطاؤه إلى جميع البشر في جميع نحاء العالم وبهذا توقف انتشار الفيروس لكن ونفترض مثلاً يعني حتى فيروس الإنفلونزا مع أنه فيه لقاح دلوقتي للإنفلونزا ولكن يوجد بعض الحالات هذه الحالات قد تكون بسيطة يعني لا تؤدي إلى الوفاء كما يحدث الآن مع الكورونا ولكن العدوى ستكون مستمرة نحن الآن في مرحلة يعني اختبار أنه فيه يعني فتحة للمحلات التجارية وبدء النشاط للحياة مرة أخرى فمتوقع طبعاً أنه هيحدث موجة ثانية وهذا يعني ما أعلنته حتى من نظامة الصحة العالمية يعني ما عرفته أنه حتى الآن يعني لسه من كم دقيقة رئيس البرازيل نفسه تم الكشف عليه ومعرفته إصابته بمرض الكورونا هو كان أكثر واحد ضد الإغلاق كل تمام ضد الإغلاق وفاتح من الأول يعني هو نفسه تلوقتي عنده المرض لأنه كان حتى لا يتخذ الوسائل الواقية ولا يلبس الكمامة ولا يسلم باليد وكل هذا يعني طبعاً يعني زي أقول إحنا في مرحلة اختبار الآن يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات الاحتراثية بحذافرها مع الفتح تدرجياً وتخفيف الحظر كما يحدث الآن ولكن مع الاحتياط إذا تم مثلاً معرفة أنه في مكان معين فيه حالات أكثر وهذا بطريقة التطبع يعني للحالات فيجب أن يتم غلق هذا المكان يعني كما حدث في إنجلترا في المدينة ليستر وتشفى أن عدد الحالات في خلال الأسبوع الماضي تصل إلى 145 حالة مقارنة بالحالات يعني في الجامعة إنجلترا فتم الإغلاق المحلي لمدينة ليستر يعني معرفة يعني دكتورة تتوقعين أنه مع ازدياد الحالات وربما مع دخولنا في موجة ثانية قد تكون في الخريف القادم كما يتوقع عدد من الخبراء أو المختصين في هذا المجال أن تعود الإغلاقات مرة أخرى ولو بشكل أقل مما كان في المرة السابقة إذا زالت عدد الحالات بكثافة كما حدث من قبل وخصوصا يعني أعتقد هو الخطر الأكبر وهو ما يخاف منه يعني معظم المحللين هو فتح المدارس وهذا سوف يكون في شهر سبتمبر فإذا زالت الحالات بطريقة واضحة جدا يجب أن يتم الحظر مرة أخرى حتى لا ينتشر الفيروس ولكن يعني نرجو من الله إن شاء الله نحن يكون في أمل في إخدراع اللقاح في هذه الفترة طيب ما المدة تقريبا التي يعني يمكن أن يستغرقها أو تستغرقها التجارب التي تجري الآن على لقاح لفيروس كورونا هو يعني منذ اكتشاف الفيروس كما تعلم سيادتك أنه هو يعني شهر يناير وبدأت الاختبارات المعملية وعلى الحيوانات أيضا ثم تم تجربة اللقاح على الاختبارات السريرية وفي مدينة أكسفورد التي تتبنى عمل اللقاح في هذا الوقت يعني عارفين طبعا أن كل الدول فيها تجارب وكده ولكن ما عارفوا عن أكسفورد بذات أنها قامت بتجربة هذا اللقاح على بعض المرضى ووجد في استجابة لهم نتيجة أعطاءهم اللقاح فأعتقد يعني هو اللي كان متوقعا أنه على آخر هذا العام يعني شهر من أكتوبر إلى ديسمبر أنه ممكن اللقاح يظهر ويتم أعطاءه لجميع الناس ولكن يعني لم يعلن تماما عن هذا الاختبارات الأخرى اللي هي كانت بنتيجة استخدام العلاجات كما تعرف حضرتك أيضا الريكوفر ستادي اللي هي في أكسفورد وتم اكتشاف بعض العلاجات اللي هي بتتم إعطاءها وتقضي على الفيروس في بدء الإصابة أو في أخيرها إذا تم حجز المريض في رعاية مركزة استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى جامعة بريمينجهام من لندن شكرا جزيلا أهم الأخبار الإقليمية باختصار لجنة تحقيق أممية تتهم روسيا بارتكاب أعمال ترقى إلى جرائم حرب باستهدافها مدنيين في إدلب عشوائيا وزراء خارجية ألمانيا ومصر والأردن وفرنسا يوجد دون رفضهم خطة الضم الإسرائيلية محذرين من أنها تهدد السلامة في المنطقة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يقول أن بلاده ستبدأ في ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الفيضان الحالي الحوثيون يرفضون استقبال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث في صنعاء لبحث خطة سلام أممية الجيش الصومالي يعلن مقتل عنصرين من مسلحي حركة الشباب بعملية عسكرية قرب مدينة بدوى جنوب غربي البلاد القوات التركية المشاركة في عملية المخلب النمر تضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر لتنظيم بي كي كي الإرهابية خفر السواحل التركي يضبط مئتين وستة وسبعين طالب لجوء أثناء محاولتهم مغادرة البلاد عبر سفينة في ولاية إزمير غرب البلاد أعلن مرشح المعارضة لويس أبي نادر فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومانيكان الأمر الذي اعترف به الحزب الذي يحكم البلاد منذ ستة عشر عاماً في الدولة الواقعة على البحر الكاريبي وسيتولى أبي نادر مهامه السادس عشر من أغسطس ليضع حداً لستة عشر عاماً من السلطة المطلقة لحزب الرئيس المنتهية ولايته دانييلو مدينة والذي لا يمكنه الترشح بعد ولايتين استمرتا ثمانية أعوام لويس رودولفو أبي نادر ولد عام 1967 في سانتو دومينغو عاصمة جمهورية الدومانيكان الواقعة في منطقة البحر الكاريبي والده خوسي رفايل أبي نادر والصاف المحامي والسياسي البارز الذي ترشح لرئاسة الدومانيكان لثلاث مرات وجداه لأبي نادر الأب وصل إلى الدومينكان في بداية القرن العشرين قادمين من بلدة بسكنتا في جبل لبنان بعد تخرجه في الثانوية التحق أبي نادر بمعهد سانتا دومينغو للتكنولوجيا وحصل منه على بكالوريوس الاقتصاد عام 1989 ونال شهادة الماجستير في إدارة المشاريع في كلية هولت الدولية للأعمال في ماساتشوستوس بالولايات المتحدة كما درس تمويل الشركات والهندسة المالية في جامعة هارفرد والإدارة المتقدمة في كلية الدارتموث في نيوهامباشاير يرأس أبي نادر حاليا منصب المدير التنفيذي لمجموعة شركات أبي كوري العملاقة التي تشرف على مشاريع بارزة في الدومينيكان حياة أبي نادر السياسية بدأت في أواخر تسعينيات القرن الماضي حيث انضم إلى الحزب الثوري المعاصر الذي أسسه والده وشارك الحزب الثوري المعاصر فيما بعد في صفوف الحزب الثوري الدومينيكاني وفي عام 2005 انتخب أبي نادر الإبن نائبا لرئيس الحزب الثوري الدومينيكاني وفي عام 2016 أعلن أبي نادر ترشحه لرئاسة جمهورية دومينيكان إلا أنه خسر في الانتخابات أمام الرئيس دانيلو ميدينا وبعد أربع سنوات جدد أبي نادر ترشحه لانتخابات الرئاسة في البلاد التي تعاني وباء كورونا من جهة والأزمة الاقتصادية من جهة أخرى وفي انتخابات جرت في الخامس من يوليو عام 2020 والتي تنافس فيها ثلاثة مرشحين من الحزب الليبرالي والقوة الشعبية فاز مرشح الحزب الثوري المعاصر لويس رودولف أبي نادر ليصبح الرئيس الرابع والخمسين لجمهورية الدومينيكان ومن المقرر أن يبدأ أبي نادر مهمه الرئاسية في السادس عشر من يوليو عام 2020 وإلى المجال الرقمي وآخر ما تدوله رواد المنصات لهذا اليوم مع الزميلة رشال حلبي تفضل رشال شكرا لك عسام أهلا بكم في العراق اغتيال المحلل السياسي هشام الهاشمي دفع العراقيين للوقوف بصمت أمام حرمتين دماء أبنائهم الرحمة على روحه هكذا بدت التغريدات عقب اغتيال الهاشمي مطلقين عليه لقب شهيد الوطن الهاشمي تحدى الجميع وتحدث كثيرا عن إرهاب الميليشيات حين كان الجميع يخاف عن الحديث عنهم الهاشمي صاحب اليد البيضاء ذكر كثيرون مواقفه في الوقت الذي أعرب فيه حزب الله وداعش عن سعادتهم شامتين بمقتل الهاشمي الحشد أصر بيانا يدين فيه ويستنكر اغتيال الهاشمي فيما توعد القادم القتل بملاحقتهم لينال الجزاء العادل مؤكدا عدم السماح بعودة مشهد الاغتيالات إلى العراق لحظات الاغتيال وثقتها كاميرات المراقبة ولن تمحى من الذاكرة تناقل كثيرون المداخلة الأخيرة لهشام الهاشمي قبيل سويعات من اغتياله اتحدثوا فيها عن التدخلات الحزبية في القرارات الحكومية حقيقة ظناني هذه السلسلة التي ما بعد السادسة والعشرين من حزيران الماضي هي جاد ردة فعل على أنهم هذه الجماعات المتمردة التي تتحدى سلطة القانون والقوات المسلحة العراقية بأسمائها المعروفة والتي لديها مواقعها هي مستمرة رغم تلك التسوية التي حدثت بإطلاق صراح خلية جنوب الدورة خلية البعاثة سواء كان إطلاقا قضائيا أو تسوية لها معنى سياسي وتدخلات حزبية هي مستمرة في مثل هذه التهديدات وهذا التحدي والمواجهة مع الدولة العراقية لكن ما حدث أن المواجهة تحولت بين مضادات الصواريخ ومضادات القذائب الخاصة بحماية السفارة الأمريكية مع خلايا الكاتيوشا وكأن القوات الأمنية هي مجرد متفرج على أسأل المواجهة بين الطرفين وهذا بحد ذاته أنا أظن هو أسوأ بكثير من تمرد خلايا الكاتيوشا حتى الآن لا متهم رسمي بالوقوف وراء عملية الاغتيال لكن في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاك كتائب حزب الله تغتال الهاشمي تتصدر لترند تهديدات صريحة من قبل قادة في كتائب حزب الله العراقي العديد نشر سلسلة تغريدات وتعليقات تظهر تهديد الهاشمي بالقتل وقد رصدت عبر جواله التهديدات التي كانت تصل إليه ونشرت اليوم بات العراقي أمام خيارين بعد ثورة التشرين إما أن يعيش عبدا ميتا أو أن يكون حرا فيلقى حتفه في وقت سابق نشر الهاشمي تغريدة كشف فيها النقابة عن شخصية مهمية على تويتر هي المتهمة الأولى باغتياله أبو علي العسكري الذي ينشر تغريدات مثيرة للجدل بسبب أزمات بين مؤسسات الدولة العراقية وبين الخلايا المسيطرة عليها وتحدث الهاشمي عن أن هذه الشخصية تدعى بالحقيقة حسين مؤنس أضو مجلس شورى كتائب حزب الله ويعمل مستشارا أمنيا وعسكريا ما تعرض له الهاشمي يعتبر اغتيالا سياسيا وهو ما رفضه عراقيون وعرب الاغتيال السياسي يعد جريمة وسلاح الطرف العاجز ودليلا على فقدان الأمن وبداية لشوع الفوضى مشهد الاغتيال لا يختلف عن الاغتيالات السياسية على مر التاريخ التي نالت مفكرين وسياسيين جريمة تعبر عن حجم الفوضى التي يمر بها العراق وتعكس سيطرة الميليشيات على القرار فيما الحكومة بعيدة عن كل ذلك الاغتيال السياسي أسلوب يتبعه من فشل سياسيا اليوم تقتل فلانا وغدا سينبع ألف فلان بدلا عنه مسلسل الاغتيالات بعد ثورة تشرين في العراق تصاعد بشكل منخوض نستعرض أبرز الشخصيات الناشطة التي اغتيلت دون كشف الفاعلين أو محاسبتهم حتى الآن نهاية المجال الرقمي لهذا اليوم معودة إليك عسام شكرا لك رشا أهم الأخبار الدولية باختصار بيونج يانج تعلن رفضها استيناف الحوار مع واشنطن وذلك قبيل ساعات من وصول مبعوث أمريكي إلى سيول مقتل ثمانية أشخاص بينهم خمسة عسكريين بكمين استهدف موكبهم شمال بوركينافاسو هجوم مسلح يودي بحياة خمسة عشر مزارعا بولاية كاتسينا شمال شرق نيجيريا رئيسة هونغ كونغ تؤكد أن حكومتها ستطبق بصرامة قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين الأسبوع الماضي قوات الأمن الروسية تعتقل مساعد مدير وكالة الفضاء الروسية روس كوزموس بتهمة خيانة الدولة وزير الخارجيات الأمريكي يؤكد أن بلاده تدرس حضرة تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بما فيها تيك توك الصين تنضم إلى معاهدة تجارة الأسلحة العالمية التي ترفضها الولايات المتحدة الأمريكية وتنتقد واشنطن يعيد راع تركي في ولاية موش شرق تركيا الحياة إلى جذوع الأشجار اليابسة عبر تحويلها إلى تحف وأعمال فنية يسكن ترابي يولوغلو في بلدة فارتو ويكسب رزقه من تربية الحيوانات والزراعة خلال رعي ماشيته يجمع يولوغلو العديد من جذوع الأشجار اليابسة التي يصادفها في طريقه ليحولها في بيته إلى أعمال فنية وتماثيل لمختلف أنواع الحيوانات لنتابع قصته بدأت العمل في هذه الحرفة بعد وفاة والدي كنت وقتها غارقا في الأحزان ولا أدري ماذا أفعل بعد فقدانه في الأصل نكسب رزقنا من تربية الحيوانات والزراعة مثل معظم سكان ولاية موش الواقعة شرق الأناضون وأقضي معظم وقتي في الطبيعة حيث أعثر على العديد من جذوع الأشجار اليابسة وبعد محاولات عدة أصبح النحت على الخشب هوايتي ويوما تلو الآخر طورت نفسي والآن أحول الأشجار اليابسة إلى تحف وأعمال فنية أهل منطقتنا لديهم تحفظات على التماثيل ولكن بعد زيارتهم لورشتي رحبوا بأعمالي التي تلقى إعجابا كبيرا من قبل أقارب ومعارفي على سبيل المثال انظروا إلى هذا التمثال لدينا في القرية شخص اسمه العم حسن ولديه شاربان كبيران ومميزان وطلب مني أن أنحت تمثالا يشبهه وحاولت أن يكون شبيها به بعد وفاة والدي رحمه الله انشغالي بهذا الفن جعلني أتمسك بالحياة بل واكتسبت مهنة جديدة ومن جهة أخرى أصبح لدي مصدر دخل جديد بهذا ناتي إلى ختم مجالنا لهذا اليوم الذي نقشنا فيه التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا بلف لاغتيالات السياسية في العراق تعزيز الجيش المصري هيمنته على الحياة السياسية شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة